لنرى إذا كان بالإمكان أن نمارس أكثر ونفهم ما هو الضرب الاتجاهي أو ضرب المتجهات في المثال السابق A ضرب B كان لدينا لنرى ماذا يمكن أن يحدث عندما نأخذ A ضرب B إذن لنمسح شيء من هذا لا أريد أن أمسحه جميعه قد يكون مفيد لإعطائنا مجال للمقارنة سأبقي على هذا عمليا سأمسح هذا أيضا سأمسح هذا أجل الشيء المرسوم هو A ضرب B لا أريد أن أحدث أي ارتباك حولك ولك وهنا قاعدة اليد اليمنى التي استخدمناها عند حل A ضرب B وشاهدنا أن مقدار هذا كان 25 وكانت في هذا الاتجاه للأسفل وعندما رسمته هنا كان الاتجاه في داخل الصفحة لنرى ماذا يحدث عند ضرب B ضرب A لقد قلبنا المعادلة بضرب A حسنا المقدار سيكون نفس الشيء أليس كذلك لأنني ما زلت أريد أن أعرف المقدار بضرب A لضرب ذلك نضرب أيضا بجيب الزاوية والتي كانت باي تقسيم 6 ونضرب ذلك بمتجه الوحدة لأنه عند ضرب الكميات القياسية لا يهم بأي ترتيب نجري هذا الضرب وهذا سيساوي نفس الشيء 25 بغض النظر عن متجه الوحدة ضرب المتجه الوحدة وما زلنا نعلم أن هذا المتجه يجب أن يكون متعامد على المتجهين B و A الآن يجب معرفة عندما يكون متعامد سيكون إما أن يشير إلى داخل الصفحة أو يشير إلى خارجها إذن هو أي واحد منهما ومن ثم نستخدم قاعدة اليد اليمنى ونحاول مرة أخرى إذن لنرى كيف نستخدم اليد اليمنى في الحقيقة أنا أستخدم يدي اليمنى الآن بالرغم من عدم رؤيتك لذلك لنتأكد أنني أرسم الشيء الصحيح حسناً في هذا المثال أنا استخدمت اليد اليمنى إذا استخدمت اليد اليمنى إصبع السبابة يشير إلى إتجاه B وأستخدم الإصبع الأوسط ليشير إلى إتجاه A إذن الإصبع الأوسط سيشير إلى هذا الإتجاه ويبقى لدي إصبعين هناك ومن ثم الإبهام سيكون في إتجاه في إتجاه الضرب الإتجاهي أليس كذلك لأن الإبهام يشير إلى زاوية الصحيحة هذه زاوية صحيحة للإبهام في هذا المثال إذا كان هذا إتجاه A إذا كان هذا إتجاه A وهذا إتجاه B ونحن نريد بإضرب A لهذا B نشير لها بسبابة إصبع السبابة يعبر عن الطرف الأول والإصبع الأوسط يعبر عن الطرف الثاني والإبهام يعبر عن الإتجاه للضرب الإتجاهي حسناً في هذا المثال الإتجاه للضرب المتجهات هو للأعلى أو عندما نقوم بهذا في بعدان هنا الضرب المتجهي سيقفز إلى هناك إلى خارج الصفحة إذن سأرسمه سيكون على شكل دائرة داخل نقطة داخله نقطة عفواً وإذا رسمته مماثل لهذا هنا كان الضرب لـ A ضرب B وعند ضرب B في A نحصل على كمية معاكسة في الإتجاه المقابل هذا B ضرب A فقط قلبت الإتجاهات لهذا يجب استخدام اليد اليمنى لأنه يمكن معرفة إذا كان هناك شيء يخرج من الصفحة أو العكس إلى آخره ولهذا نستخدم اليد اليمنى لمعرفة إذا كان الإتجاه المتجهي الوحدة إلى داخل أم من خارج على كل حال نرى لكوّن ذلك لديك فكرة بشكل أفضل لأن هذا بصراحة ضرب المتجهات يستخدم في كثير من المفاهيم التي ليس لها حدث بالواقع كالإلكترونات المتحركة في المجال المغناطيسي والمجال المغناطيسي خلال ملف وهناك الكثير من الأشياء في تجاربنا اليومية ربما لو كنا نعيش في حق المغناطيسي كبرادة المعادن حسناً نحن نعيش في المجال المغناطيسي أو في حق المغناطيسي قوي ولكننا صعب أن يكون لدينا عمق من الحدث كما هو بالأجسام الساقطة أو الاحتكاك أو في القوة أو في داناميكا سوائل ربما لأننا لعبنا بالماء على كل حال نحاول أن نجد ذلك لماذا هنا لدينا جايب الثيتا؟ لماذا لا يمكننا ضرب الكميات ببعضها ونستخدم قاعدة اليومنا ونجد الاتجاه؟ ما هي أهمية جايب الثيتا؟ أعتقد يجب أن نمسح قليلاً هذا لنقوم بمسح هذا سيكون ذلك مفيد لماذا هناك الجايب الثيتا؟ حسناً هكذا أفضل لنرسم بعض المتجهات سأرسم بشكل أعرض لنقول أن هذا A هذا A وهذا B لا يجب أن تكون دائماً B أطول من A إذن هذه A وهذا B يمكن أتفكير بذلك قليلاً يمكن القول أن A ضرب جايب الثيتا حسناً أو يمكن القول أن B ضرب A جايب الثيتا الثيتا أتمنى أن لا تتشطط كل ما أقول ذلك أنه يمكن تفسير هذا لأنهما كلهما كميات متجهة لذا لا يهم ترتيب بالضرب يمكن القول B ضرب A جايب الثيتا ضرب B وقل هذا في اتجاه الطبيعي للمتجهة ويمكن وضع جايب الثاوية وهكذا لنفكر ماذا يعني هذا A ضرب جايب الثيتا هذه الثيتا A ما هي ضرب جايب الثيتا؟ الجايب هو المقابل على الوتر أليس كذلك؟ إذن المقابل على الوتر هذه هي كمية أو مقدار A لنرسم الشيء لنرسم خط هنا ونجعله خط حقيقي لنرسم خط هنا بزاوية صحيحة حسناً هذه زاوية قائمة ما هو جايب ثيتا؟ هذا هو المقابل إذن A جايب ثيتا يساوي المقابل على الوتر والوتر هو هنا A إذن جايب ثيتا يساوي هذا الجانب وسأسميه O للمقابل على مقدار A حسناً هو المقابل على مقدار A إذن هذا الطرف A جايب ثيتا هو مقدار هو مقدار لهذا الخط هنا طريقة أخرى لنعيد رسمه لا يهم من أي اتجاه بدأنا كل ما يهمنا المقدار يمكن تغيير وضع المتجهات إذن هذا المتجه هنا يمكن تسميته المتجه المعاكس وهو نفس هذا المتجه وهذا نفس الشيء لهذا فقط حركته بعيداً والطريقة الأخرى لتفكير بذلك هي مكونات المتجه A أو مركباته تعودنا على أخذ المتجهات وتقسيمها على على عناصر X أو مركبات X و Y والآن سنأخذ المتجه A ونقسمه على ونقسمه إلى عنصرين عنصرين متوازيين مع المتجه B وهو عمودي على B إذن A جيب ثيتا هي مقدار هي مقدار مقدار A والتي هي عمودي على B عندما نأخذ الضرب الاتجاهي لرقمين سنقول أنا لا أهتم بكل مقدار المتجه A مثلاً في هذا المثال إنما يهمني المتجه A العمودي على B هذين الرقمين هما ما أريد ضربهما والحصول على الاتجاه بعد تطبيق قاعدة اليد اليمنى وسأريكم بعض التطبيقات وهذا مهم حسناً نستخدمه في الطور وفي المجال المغناطيسي لكن مهم في الحالتين لمعرفة عناصر المتجه التي تكون عمودية على عمودية على القوة لهذا سبب ضرب الاتجاهي يحتوي على جيب ثيتا لأننا نأخذ أو في هذه الحالة إذا كانت أزاوية كأنها مقدار A ضرب B في جيب أزاوية ثيتا هذا هو مقدار العنصر A عمودية على B أو يمكن تفسيره بالعكس يمكن تفسيره A ضرب B A ضرب B ضرب جيب أزاوية ثيتا ضع هنا قوس وبعدها يمكن إظهاره B جيب أزاوية ثيتا هذا هي عنصر B متعامد مع A لنرسم هذا فقط لتأكيد على المعلومة هذا هو A وهذا هو B حسنا حسنا هذا هو A وهذا B B لديها بعض العناصر التي هي متعامدة مع A وهذا سيبدو هكذا لم يتبقى فراغ لنرسمه هنا إذا كان هذا هو A وهذا B وهذا العنصر B الذي متعامد مع A وسيبدو هكذا سيكون متعامد على A وسيكون بهذا البعد ليس كذلك ويمكن أن تعود للنقطة الأساسية وتثبت أن مقدار هذا المتجه هو B جيب ثيتا إذن من هنا جاءت جيب ثيتا تأكد أننا لا نضرب فقط المتجهات بل أننا نضرب عناصر المتجهات المتعامدة لبعضها البعض لنحصل على متجه ثالث هو متعامد مع الاثنين ومن ثم تعلم الناس المخترعين لضرب الاتجاهات الذي ما زال غامضا لأنهم لم يذكروا أن هناك دائما متجهين واحد يسير إلى الداخل وآخر للخارج ومن هنا جاءت قاعدة اليد اليمنى سوف يقولون حسنا حسنا لنقول أن هذا المتعارف عليه بإستخدام اليد اليمنى تقبض عليها كمتسدس وتجعل الأصابع عمودية ومن ثم تعرف بأي اتجاه هو ذلك المتجه أتمنى أنك غير مربك الآن شاهد الفيديو التالي وهذا سيكون فيزيائي عن المغناطسية والطور وهذا ضروري لتطبيقات ضرب الاتجاه أو ضرب المتجهات وقد يعطيك هذا حدث أكبر أراكم قريبا ترجمة نانسي قنقر